أزمة الهجرة تفقد مدينتي سبتة وماليليا الإسبانيتين هدوءهما المعهود صحيح أن الموقع الجغرافي للمدينتين الواقعتين في السحل الشمالي للمغرب يجعلهما يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القرى الإفريقية ولكن موجة الهجرة غير الشرعية هذا العام كانت عنيفة للغاية أودت آخرها بحياة ما لا يقل عن 23 مهاجرا وعلى ضوء هذه المعطيات يبدو أن حصيلة الجمعة السوداء تأتي بعد أشهر من تغيير إسبانيا موقفها بشأن الصحراء التقارب الإسباني المغربي مهد الطريق لإبرام اتفاق لتعزيز التعاون في مراقبة الحدود باعتبار رباط دولة عبور كما أصبح الجيبان الخاضعان للسيطرة الإسبانية في شمال إفريقيا سبتة وماليليا نقاط تأجذب للمهاجرين المغاربة والأفريق الذين يحاولون العبور إلى أوروبا وعادة ما تعتمد إسبانيا على المغرب في إبعاد المهاجرين عن الحدود وعن حدث الجمعة قال رئيس الحكومة الإقليمية في ماليليا إدواردو دي كاسترو إن الهجوم كان عنيفا للغاية ولكن علينا أن نأخذ بالحسبان مدى تناسب رد الفعل من جانب المغرب في حين أشار مدير مكتب منظمة العفو الدولية في إسبانيا إلى أن هذا هو أخطر حادث على الحدود بين إسبانيا والمغرب منذ 2014